السلام عليكم زي ما اتفقنا الفترة دي ان شاء الله هنجرب فيها حاجات جديدة وغريبة كده والفيديو ده ان شاء الله هنجرب السوشي السوشي ده حاجة يعني انا مش هكتب عليكم وقولكم ان انا بحبها يعني انا بصراحة جربتها مرة قبل كده كان في مطعم يعني بدون ذكرى اسمها مش هقول اسمه فحكي لكم الحكاية بتاعته كده ايه واحنا شغالين في الفيديو كانت تجربة مليئة بالضحكة يعني المهم كنت احيالي في صراحة ان انا مجربوش تاني سبحان الله يعني فيه كذا حد كتاب لي في الكومنتايات قل لي جربه وبتاعه ولكده وعايزين ان اجربه السوشي و اشوف فقلت اجيب مطعم اليهاردهinnerدة وهو اجربه مطعم الي معروه نهارده اسمه اسمه ايه مطعم الي معروه السلام اللي معروه الساكرا سوشي يعني فيه ناس بيقولك ساكورا او او فيه ناس وبقوله ساكورا LAU determined counselor peroобways لهواج Round how to... ليه بقى بالنسبة يعني البيت دي انا لك كنت بحبها ولا بطئة الاسمها ساكرا دي ودايمن يقولك لما تيجي تروح تاكل سوشي روح مع حد فان في السوشي فبالنسباتك في فيديو ده هبقى انا لحد ده والحد ده يبقى بالنسبة لي الناس اللي ورا الكاميرا لدرجة ان هم اللي عمليوا الوردر يعني هم قالوا لي هل يعمل الوردر وضطوا بالحاجات الفرانية وانا طلبتها انا اصلا كنت فاكر ان السوشي ده بيبقى ايه اللي هو شوية روزه وورق السودة الغريبة الداير انداير دي ويبقى جواها ممكن فراخ لحمة كده طلع ان هو بقى سمك بس يعني ساعات بيبقى فيه فراخ بس الاجلابها سمك وكنت فاكر برضو ان هو فيه مشوي ومقلي وني طلع ان هو يعني مقلي مفيش مشوي فماشاء الله يعني خبرة جميلة قبل ما نده بقى الفيديو ده يعني نوصل الفيديو ده نقول بقوني 6.000 لايك 6.000 لايك حلوين بس كده خشوا بقى باندر معانا بقى الباكينج يعني احلى باكينج في حياتك يعني هو كي صابية كده وخلاص في العصيان دي اسمها تشوب ستيكس ماشي ماشي مبدئيا انا يعني دي تاني مرة يكون فيها سوشي اول مرة يبو دليفري اول طبق ده زي طبق الواجبات الفراخ السوري كده والروز يعني شو الريحة زريفة عمتا يعني جايب لنا هنا بقى الصوت بس هو الكيس متبعدل شوية انا جبت رصوت سويا و ترياكي و وصابي وصابي ده قصته جميلة جدا يعني انا بقى اقولكو عليها الناس اللي وراك كاميرا برضو يعني قالوا لي طريقة عمل السوشي في البيت يعني هو بيبع عبارة عن رول كده وبيتقطع حيطة الفرايد بقى الموجود ده ممكن مثلا لو عاكيه ايه بيتحط في النار في حاجات تتحطش في النار تحط عليها مثلا حبة بركة وسمسم مش عارف ايه يعني هنشوف هنشوف من بعضنا هو السوشي ده يعني ما بيتطلبش زي اي حاجة يعني ده كان موال اصلا اشان عارف اطول الفكرة ان انت بيبقى فيه انواع هو انواعه كتير جدا او مش انواع يعني بتبقى زي جداول حلو كل جداول كده ليه نوع وتحت النوع ده بيبقى فيه انواع تانية فيه نوع اسفو مثلا هوسو فيه ساشيمي فيه نيجيري ووراماكي يعني اسمي غريبة كده المهم انت لما بتيجي تختار ما بتقوله مش مثلا ايه انا عايز واحدة من ده وواحدة من ده لا بتقوله مثلا انا عايز الواحدة او النوع الواحد بيتبقى بالقطعتين او الاربعة او الستة او التمانية اما بتجيب كده اما بتطلب حاجة اسمها كومبو كومبو دي انا جيبنا هرده كومبو تلاتين قطعة وهم سرع انواعه وفيه هنا برضو جينجر ماشي جينجر ده اللي هو الجنزبيل يعني مش عارف هي ريحته قلب على طرش شوية مش عارف ليه بس موهم هنشوف ماشي هنبدأ بأول طبق ده نمسك الستيك بقى كده نفتحها مكتوب عليها النصر مش عارف اين نصر ده موهم لازم تقطبها نصين كده حلو الفكرة بقى ان انا ايه يعني جاهل طبعا في موضوع التشوبستيك ده وتعلمته من عشر دايه تقريبا بصوا بقى عشان نبقى واطعين كده ايه ده كايه ماشي صلى على النبي كده ايه ده كايه هتحط العصايا كده ما بين اول سبعين وتسند اخر العصايا عصوال الف النص ماشي كده تقريبا صح ماشي كده واجيب بقى التانية تمسك بقى مالها عملت كده تانية واحدة تمسكت بقى بالصوبعين اللي فوق كده دي اللي تحت دي بتحرك دي اللي التا ايه بتقعد المهم اللي فوق دي اللي بتحرك فتمسك بقى كده وتاكل ماشي دي اللي اسمها اله هس ستوقع دي اسمها سبيسي ليمون رول دي مكوناتها شرمب و تشيز جنباري و جبنة و سرمون و حاجة اسمها بونزو سوس مش عايز حد يكتبلي في كومنتات ايه البونزو سوس يعني لو حد عنده معلومة يقول ما حدش يسأل ماشي اه وفيه الليمون سوس ده اللي هو الصوت اللي كانت بهدرة مثل الحوصة دي هنجيب واحد منها دلوقتي ونغمس ده ونشوف ايه لا اول مش ليمون سوس هو مايو سوس بس مايونيز حرق مايونيز حرق اهو هو لونه برطقاني كده ورق السود اللي ملفوف حواليها ده ورق طحالب زي مايو قلنا انا هجربها كده الواحدة الاول بقى كيحطها في الماينيز بسم الله الرز حلو الكريتسبي بتاع الفريد حلوة السلمون هو اللي انا تاريان قطمته دي السنة تاريان مجيتش ناحية الجنباري الناس قالوا لي متاخدش قطمة منه كده هو بيتاخد كله مفروض قطمة واحدة وحلوته بقى بالسوس الميزة ان انا بحب السوس السبايسي السلمون والجنباري انا مش حاس بطعمهم قوي حلو بس الخبراء اللي ورا الكاميرا قالوا لي ان دايما السوشي طعم السمك فيه ما بيبقاش باين قوي ما بيبقاش زاعق قوي كده بس كان فيه طعم غريب وسوس المايونيز ده بصراحة لما غمست حتة السوشي فيه لأ كان حلو يعني عمل فرق جامل بقولك بقى ايه بس بقى الحتة الخبرة دي بقولك ان انت لما تيجي تاكل حتة سوشي هو جايبلك الجنجر ده يعني انت بتاكله ما بين كل واحدة والتانية عشان تفصل الطعام هو لونه شبه الليفت كده بس رؤية قوي يعني بسم الله طيب هو المفروض ان البتاع ده الجنزبيل ده المفروض هو بيتاخد منه حتة صغيرة ختة حتة كبيرة وهو المفروض ايه بيقولك عشان يفصل لك ايه هو فقا انفصلني ماشي نخش بقى الحاجة البعدها يعني نخش بديه اه تمسكها بايدي شغلانة الصوية ده الله راضي ده بقى ده اغمسه في ايه ده ده هنا صوص الترياكي تعم هو تحسه شبه الصوية كده بس محطوط عليه سمسم وده هنا الصوص بتاع الصوية صوص عادي جدا يعني انا هدول الاتنين كده لوحدهم تشوف طعمهم عامل ازاي الصوية طعمها حلو بس تقيل نشوف الترياكي كده اول حاجة ادوها عيدلة في الفيديو ده الحمدلله هو اللي انا عرفت ان هو محطوط فيه معاها عسل تقريبا او حاجة فطعمه مسكر كده بحلو دي بقى هنا اسمها كريسبي رول ماشي دي هي يعني قطعة السوشي دي ملفوفة بالرز كده وفيه طبقة فرويد كده يتحس الرز متحمر شوية وجواه افوكاتو وشريمب جامباري ماشي دي بقى المفروض بتتغمس في الترياكي بقى طعمه حلو وكده بقى ايه كلها على بعضها كده اما انا اتنقضهم كل حد اسمها طيب دي عجبتني اكتر من اللي فاتت لكذا سبب اولا يعني ما حسيتش ان فيه طعم غريب فيها كده ثاني حاجة الكريسبي الروز الكريسبي عامل طعم حلو برضو انت بتاكل ونفس الوقت برضو الشريمب مع الافوكادو يعني عاملين طعم اه حلو كل حاجة بس مش زع قوي فهنا الدماتية تكلها بقى مع الصوص الترياكي ده تحس الدنيا بالانسد شوية يعني مصبوطة مفيش حاجة زعق مفيش حاجة طعماء غريب فلا دي ظريفة وقد جاءتنا معلومة من وراء الكاميرا ان فيه ناس وراء الكاميرا ما بيحبوش يأكلوا سمك عشان بيحسوا طبعا فيه ايه بالزفارة بس في نفس الوقت بيحب يأكلوا سوشي اللي هو اصرا بالسمك بس عشان ايه السمك اللي جواه سوشي ده ما بتحسش فيه بالزفارة انا بحب بالزفارة عن نفسه يأحب بعض الاغواس ويأكل سمك كل حاجاني مهم نضع بقى تارية نوع ده ده بقى اللي جامد فلادلف يا دي بقى بيقولك ان هي حاجة جامدة جدا يعني هي وكاليفورنيا فيه طبقة رز كده من حوالين السوشي وهو جبنة وخيار وافوجاته ومن فوق كده السلمون مدخن شكرا السلمون عامل في الشغل وجامد فيه صراحة دي بقى سبحان الله يعني عجبتني كمان اكتر من اللي فاتح يعني هنا الجبنة مع السلمون السلمون هنا هو كلمة سر السلمون المدخن ده اول اللي مدي لطعم في قطعة السوشي والرز زريف وكل حاجة والافوكادو والجبنة انت حاس بطعمها فدي مع السويا سوس حلوة افصل بديه فيه ناس فاكرين ان السلمون يعني عشان هو ايه مش مستوي قوي فاللي هو يدايق لا هو هنا مدخن يعني هو مدخن فهو تحس نوع شم النار حاجة بسيطة كده بس فعلا اعمل شغل حلو اه ادوه بقى الوصابي ده ولا اتحط مع السويا البتاع اللي اخضر ده ناشي ده الوصابي الوصابي ده ليه كصة كده يعني خرجت مع الناس صحابي ولاد حلالي يعني قالوا لي ايه تعالى نأكلك سوشي بقى وبتاع ومش اعرف ايه عن زباطك المهم روحت انا عاد عالترابيزة كل حاجة محطوطة قدامي فاتعملت ما سألتش يعني مش فاكر كنت جاعين ولا كان ايه المشكلة المهم قمت جايب ايه يعني المفروض الوصابي ده بتحطه مع السويا او حاجة عشان هو سبايسي نار نار يعني انت ايه اكتر حاجة مش هطشتك لتاه في حياتك اللي نقول مثلا ايه الشطة بتاعت الكشري لا ده اكتر منه مراحل مهم قمت جايب حتة سوشي ومغمسها في الوصابي يعني ولا كانت وصوص جبنة او باربكيو وقمت واكل ايه رو الربعمية واربعة حصل انا مرة واحدة لقيت عين بتدمع وعين ما بتدمعش واحد عملت حك يعني ولكنهم حاطين خمرة في السوشي انا مش فاهم ايه اللي حصل بس قضيت بقى بقيت العادة دحك يعني مش دحكت برس دقتين انا اهل عملت حك مهم فانتعلم بقى من غلطنا المرة دي وناخد نقطة او بيبقى مسك نفس الشوية كده حلوة دي ولا اقلها كمان ونغمسها في السويا ده كده بقى سبايسي سويا واسابي فلادلفي اوه وبما ان الفلادلفي ده عجبني فاجربه بالسبايسي سويا ماشي مش حاس بالسبايسي بتاع الواسابي لأ مش هزود الحمد لله انا ربنا عندنا على خير نشوف بقى نوع تاني اسمه الهوسو وبراعا وراء التحالب ماشي مالفوها رول كده وجوه روز وجوه جوه ايه وجوه تونة نية مش مستوية مش مدخنة ايه وفي حاجة اسمها تونة مدخنة انا كنت حاس ان طعم وراء التحالب ده ممكن يدايقني بس مدايقنيش يعني وراء انا حاس بطعمه بس مش الطعم اللي يدايق بس اللي هوسو ده تحسوا حاجة سيمبل كده بسيطة مش مش تقيل زي او مش غاني بالمكونات زي بقية الحاجات اللي فاتت ده بقى هنا كاليفورنيا ده برضو رول روز كده حواليه ومن فوق كده في حبة بركة وسمسم ومن جوه بقى كابوريا وافوكادو وخيار حاطوا بقى سوس الياكي سويا مش حاطوا كده في سوس السويا لما تجي هنا تبص على الكاليفورنيا دي تحس ان قطعة الكابوريا اللي موجودة فيها كبيرة فانا قلت بقى يعني طعمها يبقى مسمع قوي هنا البالانس اللي في قطعة السوشي مش مظبوط قوي يعني هنا انت حاسس قوي بتطعم الرز والخيار انما الكابوريا والافوكادو لأ طعمهم انا مش حاسبيه خالص فلا ده يعني لأ يعتبر ما عجبنيش او يعني على اسن الباية عجبني او يعني مهم يعني خلينا نخش على البعدها دي اسمها ايه اورا ماكي دي ولا ايه اورا دي اسمها اورا تونة دي هنا عبارة عن طبقة رز كده العيل اندائر ومن فوقيها حبة البركة وسمسم وتونة وخص التونة نية تمام والطفل اللي احطاها في السويا ولا التاريكي الواحدها مفيش سوشي بتاكل واحدة طيب الآن انا ادقتها دي يعني دي تعتبر أوحش حاجة انا دقتها النهاردة يعني حتى ده وقتها كيبان الناس اللي ورا كاميرا معجبتهم مش خالص يعني الخص مع التونة التونة يعني نية قاب بتاكل في حاجة نية يعني ممكن لما ناس تحبت كدة وناس تحبش مسا انا ما استحملتش حتى الناس اللو裏 يقولون في السوشي وبتاع لا Config line فالحمد لله يعني انا مش الواحدة اهيه ب понравي انا نjam اخر حاجه الحمد لله ان ايه اخر حاجه عشان نخلص ايه بقى اخر حاجة دي اسمها ايه؟ دي بقى هنا اسمها اوشي سلمون الطبقة اللي تحت رز واللي فوق السلمون وعليهم كده دايل دايل هما الاثنين حبة البركة وفي النص الابن هما الاثنين في طبقة الجبنة حطوا بقى في السويا سوس كده نجرب اخر قطعة الحمد لله يعني بسم الله انا فعلا ان شاء الله خلص الفيديو اطلب عزة من وفي يجب ان تحرك لي تعمل بقى شوية قوشي سلمون دي انا والناس اللي وراك كاميرا دقناها الناس اللي قالولي انها كويسة يعني حلوة بس قالولي انها المفروض تاكل على قطمتين قطمر سلمون وقطمر الرز تعم؟ انا ما عجبتنيش خلص يعني انا فعلا انت بتاكل في حاجة نية يعني ما عارفش ما ريحيتنيش خلص انا فخلينا انا شلت اصلا حاجة ما قد يقولكو بقى ملخص تجربة بصوا جدقان صلوا بينا على النبي يعني ماشي وزيود النبي صلى اللي مالوش في السوشي ميحاولش او يعني ايه انا معرفش مشلية يعني فيه ناس اه بيحبوا السوشي وكل حاجة بس معرفش انا مش عارف مثلا المشكلة ممكن تبع في المطعم وكتبع فيه انا يعني ده تاني مطعم اجربه وما اتبسطتش اه فيه كان حاجة عجبوني يعني الفلادلفيا كانت حلوة الجبنة فيها كانت حلوة واول واحدة دقتها اللي هي السبايس ليمون دي برضو كانت حلوة برغم ان كان فيها طعم غريب شوية بس اشطى الهوسو برضو خفيفة يعني ما هياش حاجة تقيل كده السوسوات بقى سوس المايونيز السبايسي ده عالمي يعني ده فعلا حلوة قوي بتتحطة لا سنداوتش بيرجر كده بتعبفة له ولا ده ديز بيرجر كده من شغل جامد قوي لكن الترياكي برضو كويس السوية مع السوشي لأ فعلا بيعمل شغل يعني تل بتيجي تاكل خطعة السوشي واحدة كده انت بتحسيت بتاكل حاجة ناشفة قوي مش جوسي خالص يعني اللي ما عجبونيش بقى الكاليفورنيا الكاليفورنيا ما كنتش حاس بطعم الكابورية اصلا القورة تونة يعني طعم التون يعني نية قوي بقى انت بتاكل في حاجة نية فدي ما عجبتنيش خالص والقوشي سالمون اللي هي اخر واحدة دي برضو دي يعني دي قفلتني تماما فلو حد يعني عايز يبتدي يعني ويجرب سوشي يعني ممكن يبقى لو هو زوق يعني من زوقي شوية ممكن ايه يجرب الحاجات اللي انا بقول له عليها دي مش معك يعني انا بقول لك بل انت هتاكل وهتتمزج لا مش كده بس ايه تكون حطت رجلك في عالم السوشي ده بحاجة انت تقدر ان انت تستطعمها شوية ولما تبقى جوة المطعم برضو ع عايز تطلب يعني اي حاجة بص على السور كويس تمام عشان شوف برضو المكونات عامل ازاي وتقرأ برضو كل حاجة متكونة من ايه عشان تبعالف راسك فين ورجلك فين وكده يكون الفيديو خلص تمام يعني كالتجربة رهيبة ان شاء الله مش هتكرر تاني بازن الله يعني انا لما جربتها من كم سنة قلت انا مستحيل وبتاقى وسبحان الله فتحت قناة اكل وبتاقى ونستطلبوها مني وده نوعا عملتها ايه وفيت بوعدي تمام حلو تسوش بها تعبير لايك الفيديو وتشار اشتركوا في القناة شكرا لفديو كنانا شكرا لفديو كنانا شكراiembreلله فبعا ازا ملوفي